لم تصعد ظروف اللجوء في ألمانيا الشاب السوري عبدالله بالعثور على شريكة حياة تنحدر من البيئة ذاتها التي قادم منها بيد أنه سعيد بالقدر الذي جمعه بشابة ألمانية من أصول عربية هي نشأت هون ولدت هون لكن أهلها أصولهم من دولة عربية تانية والحمد لله تم الأمر بما أنه أصلا في تفاهم بيني وبين البنت مع وجود طبعا دائما مثل ما حكينا الأهل في خلافات بالعادات والتقاليد هذا الشيء لابد منه أن الأهل ممكن شوي يكون عندهم تحفظات أو يكون عندهم استغراب من عادات تقاليد الدول الأخرى قصة عبدالله ليست كثيرة الحدوث صبحي واحد من آلاف السوريين الذين لم يتمكنوا من الزواج بعدما فشلت كل محاولاته في العثور على شريكة في ألمانيا أو استقدام زوجة عن طريق الأهل من سوريا معي أهلي هون وأنا كشف لحالي ما فيه نروح يروح لحاله وخاصة أنه أهلي كلهم باللاضي لحالي هون حرفيا يعني ما عندي أي حد فعندما أجيت لحالي هون ما فيه حد يساعدك بأنه يتقدم معك لهذه البنت هذه حتى من جانب الأنثوي أنه كأم أو أخت أو قريبة يكونوا قراب من ما بس أنت والأب يعني فهذا كمان قنعاه كثير كبير بعدين لتوجهنا أنه نحن نجيب لمشمل من اللادئية من سوريا يعني وكانت كان فيه يعني محاولة لا يصير لمشمل بس الصعوبة كانت بالبعد أولا لأنه يعني دائما حاليا من أنه صار فينا يعني 24 ساعة نكون سوا عن النت يعني التواصل كثير سهل أن نكون سوا فحاليا يعني كان صعب أنه نقعد مع بعض فترة كبيرة لأنه كلما كان التواصلنا زيادة والبعد كان كثير كبير يعني بعيدين عن بعض فكان كثير مشاكل تتراكم علينا ولمشمل أصلا يطول فكلما طاول الوقت كلما زيادت المساعدة كان نزيد مشاكل أكثر بلمشمل تفاوت العادات بين السوريين بحسب المناطق التي أتوا منها أو الاختلافات مع جنسيات أخرى وعقبات لمشمل في ألمانيا ليست كل المشكلة فغلاء المهور أحيانا والتأخر الموضوعي في تكوين قادمين الجدد لمستقبلهم المهني وتوزع السوريين في مناطق متباعدة من ألمانيا مشكلات تضاف إلى الصعوبات الاعتيادية التي تواجه الشبان المقبلين على الزواج عقبات غير محدودة جعلت كثيرا من الشباب السوري يعزف عن الزواج أو لا يستطيع إليه سبيلا حتى اختار كثير منهم نمط حياة حرا لا يحتل الزواج فيه أولوية أو ضرورة اجتماعية مشر أحمد تلفزيون سوريا إيسين ألمانيا اشتركوا في القناة